وطبعاً الحتة دي يعني مهمة جداً في أنه دايماً نرد الفكر بالفكر وبعدين كان قصد البابا كيلولوس أنه يعلم أولاده الفكر المسيحي الحقيقي عشان يبقوا سابتين فيه يعني هو مش رد عليه عشان خاطر مجرد الرد لا، هو كان عشان يثبت الإيمان ودي برضو نصيحة أقولها للشباب بتوعنا لأنه بنقابل كتير من الشباب بينقلونا أفكار يقروها على النت البعض بيهاجم بيها المسيحية أو كده فيتأثاروا بالشك فبقول لهم لا أولاً اقروا كتاب المقدس اقروا تفسيرات الآباء تبقوا مليانين بهذه القراءات وعارفين عقدتكم كويس يقوم أي شوية هوا ييجوا على هذه العقيدة ميزحزحوهاش وبعدين برضو بنقول خدوا بالك يا جماعة احنا مش بتوع مباحثات ومجادلات لأن الإنجيل أمرنا أن احنا ما نتقلش في المباحثات اللي هي سمها كده السخيفة الغبية بولس الرسول يقول كده القديس المساوس في الرسالة المباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها عليماً أنها تولد خصومات وعبد الرب لا يجب أن يخاصم صحيح وخصوصاً يا أستاذ مايكل أن بعض هذه المجادلات اللي بتحصل ما بين الشباب المسيحي وغيرهم أحياناً بتنتهي بالسب وبالقصف وبشتاب مش أولاد الله اللي يعملوا كده ومش الدفاع عن الدين اللي ربنا قال له تشتم وقال لك اظهر وضعتك ومحبتك للناس يبقى فيه كده صحيح يبقى دي كلها أمور شيطانية لكن الأول نتعلم ونتملي نقف على الأرض صلبة يقوم ما تهزناش أي ريح ترجمة نانسي قنقر